حدى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الإعلاميين بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لانطلاق البكث الأول للإرسال التلفزيوني في مصر في الحادي والعشرين من يوليو عام الف وتسعمائة وستين وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن التلفزيون المصرية بأبنائه هو من قاد حرقة التنوير والفكر والثقافة لسنوات طويلة وشكلوا مجدان الأمة بإبداعاتهم التي تربى عليها أجيال عديدة مضيفا أن أبناء الإعلام الوطني يواصلون آداء دورهم الوطني بتقديم رسالة إعلامية مهنية صادقة تواكب متطلبات تطورات العصرة